صار عمال الإنقاذ في مياه موحلة بحثاً عن ناجين، بعدما ضرب اليابان واحد من أسوأ الأعاصير التي اجتاحت البلاد في التاريخ الحديث. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنما لا يقل عن أربعين شخصاً قتلوا في الأعصار، الذي ترك مناطق شاسعة من المدن في وسط وشرق اليابان مغمورة بالمياه، مع فقدان 16 آخرين وإصابة 189 شخصاً. والإعصار هاجيبس، الذي يعني بلغة تجالج الفلبينية سريع، ضرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان يوم السبت، وغادر البحر في وقت مبكر يوم الأحد. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن أكثر من 92 ألف منزل، بعد أن كانت مقطوعة عن 262 ألف منزل. وبحثت جماعات من الموقذين عن ناجين خلال سيرهم في مياه وصل ارتفاعها إلى الخصر في ناجانو بوسط اليابان، حيث غمر فيضان مياه نهر تشيكوما مساحات من الأراضي. ومن المتوقع هطول الأمطار على وسط وشرق اليابان، حيث أصبحت الأراضي رخوة بسبب المستوى القياسي لهطول الأمطار جراء الإعصار، مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.